سؤال آخر رجل صاحب مال و زميل له يملك الأرض هذا صاحب مال و الزميل الثاني يملك الأرض اتفق على أن يقوم صاحب المال ببناء محلات بالأرض على أن يقوم صاحب الأرض باستئجارها من صاحب المال بمبلغ مالي ثابت كإيجار هذه صح هذا الاتفاق إذا كان عقل الإجارة منفصلا تابعا للاتفاق بينهم على أن يأذن له هو له أن يأخذ أجرة في مقابل انتفاع صاحب المال بهذه الأرض له أن يأخذ في سبيل ذلك أجرة على الانتفاع بالأرض لأنه سيبني عليها محلات يقوم بالانتفاع منها فله أن يأخذ أجرة في نظير حق الانتفاع بأرضه فإن رغب بعد ذلك أن يستأجر هذه المحلات فلا إشكال لا مانع من ذلك أما أن يكون الانتفاع مشروطا بأن يستأجر صاحب الأرض هذه المحلات بمبالغ محددة سلفا فقد يكون في هذه المعاملة شبه لدخول عقدين الأصل فيهما أنهما منفصلان في عقدة واحدة في صفقة واحدة وهذا منهي عنه وفهم أو توجيه النهي عن صفقتين في بيع وصفقتين في عقد يحتاج إلى تفصيل لكنني ذكرت ضابطا هنا لأن عقد الإجارة نظير الانتفاع بالأرض هو عقد ثم الانتفاع بالمحلات هو عقد آخر ولا صلة بينهما إذ له أن يؤجر محلاته لمن شاء شريطة أن يضبط العقد الأول بأيلولة هذه المحلات هذه العقارات بعد نهاية مدة الانتفاع لمن تقول وبأي صفة يمكن أن تقول فإن هذا مما يجب أن يضبط في التعاقد إذ يهمل بعض الناس للأسف الشديد أيلولة هذه العقارات على الأرض المنتفع بها إجارة فيكون ذلك سببا للتخاصم والتنازع ومن أجل ذلك كان لابد من ضبطها الآن إما أن يكون ذلك على سبيل الإجارة ثم ينظر في آخر مدة هذه الإجارة يمكن أن يشتري صاحب الأرض هذه المحلات ولو بآخر قسط من الإجارة المتفق عليها ويمكن للمستأجر للأرض صاحب المحلات أن يهب هبة خالصة في آخر مدة التعاقد بينهما ويمكن أن تكون بينهما شراكة من أول الأمر فبدل أن يعمد إلى إدخال عقدين في عقل واحد فيمكن أن ينشئ شراكة بينهما بحسب أنواع الشراكات المباحة شرعا والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر